موسيقى السلام عليكم رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي سوى زيارة إلى مقر هيئة الحجد الشعبي طبعا هذه تعتبر الزيارة الثالثة للمؤسسة العسكرية بشكل عام هو زار وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب والآن زار هيئة الحجد الشعبي لكن زيارة إلى هيئة الحجد الشعبي بيها نوع من الكلام بيها نقاش كثير جدا كون أنه الحجد الشعبي والحجد الشعبي يعني نعرف كل زيان صارت بعد قضية أبو مهدي المهندس والضربة في مطار بغداد صارت انقسامات صارت خلافات صارت اعتراضات وسيد الكاظم أيضا أشيع عنا للرجل أنه هو ضد الميليشيات ولحد الآن يعني أكو ناس تفهم الميليشيات أنه موجهة هذه الكلمة إلى الحجد الشعبي وهذا الموضوع يعني غير صحيح كون أنه خلص أصبح الحجد الشعبي من المؤسسة العسكرية الميليشيات هنا يقصد بها اللي هي الفصائل اللي هي خارج إطار القانون فسيد مصطفى الكاظمي أثناء حضورة واجتماعة في مقار هيئة الحجد الشعبي أصبحت الأمور واضحة وحجة عن الفتنة اللي هي يحاولون يخلقوها بين الحكومة وبين الحجد الشعبي وبالعكس بل أعلن أنه رح تكون أكو عمليات ضد تنظيم داعش الإرهابي وهذه العمليات اليوم سمعنا بها رسميا انطلاقتها بالأنبار وبصلاح الدين وبنينواء ضد تنظيم داعش الإرهابي حتى الحدود السورية فأكو تمشيط وأكو مواجهة لتنظيم داعش الآن وهذه تعتبر أولى العمليات اللي يقودها الكاظمي ضد الإرهاب أيضا سمعنا من التسريبات أنه أكو عمليات رح تكون ضد الفصائل الوهمية الفصائل اللي هي تدعي أنه هي تحت الحجد الشعبي وأنه هي يعني تحت مضلة الحجد الشعبي ولكن في الحقيقة هي تسيء للحجد الشعبي كون أنه يعني تسوي تجارة مخدرات وتتاجر في الأسلحة ومن هذه الأمور الأخرى فلذلك هذه العمليات حقيقة اللي أعلن عنها أيضا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السيد بدر الزيادي هو بنفسه قال أكو لجنة مختصة أسسها وشكلها السيد الكاظمي من أجل مطاردة الفصائل الوهمية هالشكل انطلاق عليها حقيقة هذا الاسم اللي سموه فلذلك ننتظر ونرى هذه العمليات كيف ستنطلق وهل الحجد الشعبي سيكون قائدا لهذه العمليات أو على الأقل كرأس حربة لمواجهة هذه الفصائل الوهمية وقد تكون هي أولى الخطوات المهمة لحصر السلاح بيد الدولة إذن ينضم إلينا حول هذا الموضوع من بغداد عضو تحالف القواء العراقية السيد صباح الكربولي حياكم الله أستاذ صباح أهلا وسهلا يا رحبا فيك حياكم الله أستاذ صباح يعني أكو من يقول أنه على السيد الكاظمي أن يستخدم الحجد الشعبي لحصر السلاح بيد الدولة إذا كانت من فصائل خارج إطار الدولة ألوية بالحشد نفسه غير ملتزمة مع الدولة أو أي طرف آخر هم يلزمون هذا الموضوع هذا الطريق الأسلم وما أحد رح يقدر يعترض على الحجد الشعبي إذا ما قام السيد مصطفى الكاظمي بهذا بالفعل تعتقد هذا هو فعلا الحل الأنسب لهوست حصر السلاح بيد الدولة بسم الله الرحمن الرحيم تحيي لك ولجمهور قناة التغيير ورمضان مبارك على شعبنا العراقي العزيز وإنساء الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل الطاعات لجميع ويحفظ بلدنا بالتأكيد من المهام الرئيسية للسيد الكاظمي في بداية تسلمة للحكومة في الواقع أنه يعزز حقيقة ركائز الأمن في البلد خاصة بعد هجمات داعش في الفترة الأخيرة أكثر من داعش محاولة في محافظة صلاح الدين وديالة وكاركوك كل هذه حقيقة المساء التي تطلب من عنده أنه يكون قريب في الواقع لدى الأجهزة الأمنية والحجد الشعبي وبالتأكيد أنه يوحد الجهود ويعززها من أجل مكافحة هذا الإرهاب الذي حقيقة لديه خلايا ما زالت نائمة وتقوم بتحركات هنا وهناك طبعا الحجد الشعبي منظم دستوريا وقانونيا وفق القانون رقم أربعين لسنة 2016 وحدد القانون يعني مهام الحجد الشعبي وارتباطه بالقاد العام للقوات المسلحة وهو شخصية معنوية ويتمتع حقيقة بكل القضايا القانونية والهيكلية من حيث أنه جهاز أمني عسكري يقوم بمهام عسكرية في البلاد لمكافحة الإرهاب وينظم طبعا وفق الأمر ديواني سابق أشار إلى القانون ويستخدم صنوف معينة حقيقة من التسليح العسكري ومشاكل فبالتأكيد هذا الجهاز يجب أيضا أن يتمتع بالانضباط والارتباط بالقاد العام للقوات المسلحة الاعتبار أنه يعني القاد العام للقوات المسلحة هو من يقود كل الأجهزة الأمنية بس أستاذ صباح يعني بس أوضح السؤال هو استخدام الحشد في حصر السلح هل تسمعني الآن أستاذ صباح شباب إذا تقدرون تسوينا الصوت أعلي صوتك شوية بعد طيب أعلونا الصوت شباب طيب أستاذ صباح أنا اللي دا أسأل عنه أنه السيد الكاظمي البعض يقول لازم يستغل الحجد الشعبي ويوكل مهمة حصر السلاح بيد الدولة بيد الحجد الشعبي هو الذي يحصر السلاح بيد الدولة يعني هل تعتقد أنه هذا الحل الأسلم أنه حتى نطلع من مشكلة حصر السلاح بيد الدولة يعني هذا مسألة قانونية في الواقع إذا ما يعني إحنا يعني يعني أشرنا إلى أن الحجد الشعبي صدر بقانون رقم أربعين لسنة 2016 باقي أي جهة يعني تشيل السلاح خارج هذا الإطار هي في إطار الميليشيا وإطار العصابات فلابد أن الدولة ليس فقط الحجد الشعبي حتى مؤسسة الجيش والشرطة وكل الأجهزة مسؤولة حقيقة عن سحب السلاح خارج إطار الدولة ويعني حتى قضية العشائر وامتلاكها للسلاح في المناطق الجنوبية بالخصوص يتطلب في الواقع يعني الحوار معها ويعني شراء السلاح هذا الموجود ويعني لنسمع عن قضايا فساد يعني في هذا الإطار يعني لابد في الواقع أن الدولة تكون حازمة في تطبيق القانون قانون العقوبات العراقي وقوانين صدرت حتى في زمن برايمر تمنى حقيقة من حيازة الأسلحة المتوسطة والثقيلة وهذا الموضوع حصرا في أيدي الدولة ونحن أيضا مقبلين على الانتخابات من مسلزمات يعني الانتخابات يعني النزيهة والشفافة أنه سحب هذا السلاح اللي تمتلك العصابات والميشيات والأحزاب بس أستاذ صباح أنا أسألك هذا السؤال بأيدي الدولة فقط تمام لكن تدري إذا سوت هذه العمليات أي قوات أمنية ستفسر بكل الطرق رح يقول لك هذول ضد الحشد هذول مدربيهم الأمريكان هذول كذا وأنت تعلم قضية انفلات السلاح هي صارت سمعناها مع الحشد الشعبي ألوية تدعي أنها الحشد الشعبي ولكنها ليست الحشد الشعبي من ضمن منظومة الحشد الحشد عنده منظومة ويعرف شون يدير هذه الأمور بشكل أكثر فاعلية من الأطراف الأخرى ما تعتقد هذه الحذات تطيك تفسير الإداري الصحيح لهذه الأزمة أخمد لو تعلص صوت شوي صوتك حل ضعيف طيب ما أدري والله يعني يبدو أكون مشكلة أكون مشكلة يبدو بالصوت تفضل سيد أحمد يعني الموضوع الدولة هي مشرفة على هذه الأجزاء الأمنية وبإمكان أن تفرز اللي خارج إطار الدولة من اللي منضم بالحشد الشعبي والمؤسسات الأمنية هذا موضوع غير صعب يعني وواحد يتعذر في هذا الموضوع هذا مسألة حقيقة يعني كل شيء بسيطة أنه الأجزاء الأمنية تعرف من هو من ضمن الحشد الشعبي ويحمل باج ويحمل رقم سلاح مسجل في الدولة والسلاح اللي خارج إطار الدولة معروف لدى يعني الميليشيات والعصابات والأحساب اللي ما يخولها القانون في الواقع حمل السلاح فهذا الموضوع يطلب حملة قوية لاتهيئة الانتخابات مبكرة لا يمكن إجراء الانتخابات ولا يمكن يعني استباب الأمن والنظام في العراق بدون يعني من القيام بحملة يعني واسعة في قضية سحب السلاح خارج إطار الدولة وحصره فقط في أيدي الأجهزة الأمنية وطبعا الحشد الشعبي هو من ضمن هذه الأجهزة مثل ما أسلفه تصدر بقانون ويتطلب الموضوع حصر حقيقة السلاح بأيدي هذه الأجهزة الأمنية ومثل ما ترى جنابك حتى إجازة حمل السلاح في التخويل أو التصريح هناك حمز وحيازة وهناك فقط حيازة وليس حمل يعني في المساكن يكون هذا أكو تفصيلات حقيقة في وزارة الداخلية وفي الجيش في قضية يعني مسألة السلاح وحتى الصنوف اللي ممكن أن تستخدم هذا السلاح في المناطق طيب لكن أكو قضية مهمة أكو قضية مهمة في هذا بالسلاح يعني إحنا أكو حقيقة الآن يقول لك الفصائل الوهمية قضيتهم سهلة يعني يتم الانتصار عليهم ما مدعومين خارجيا لكن السؤال أكو بعض الألوية اللي موجودة في هيئة الحجد الشعبي هي فعليا في هيئة الحجد الشعبي لكن عدها تمرد وعدم التزام وتستخدم السلاح خارج إرادة الحكومة العراقية أو القائدة العام للقوات المسلحة صارت وشفناها وأكو أمثلة هذه كيف يتم التعامل وياها تعتقد يتم حصر السلاح من عدها أمور إدارية انضباط من جديد شنو الأسلم يعني هو البارحة سيد رئيس الزراع الدمالة هيئة الحجد الشعبي ورئاسة الهيئة يعني أشار الرجل إلى قضية أنه يعني دعم الحجد الشعبي وتعزيزه وأيضا أكد على وأشاد حقيقة بالتضحيات للشهداء ويعني دورهم كان الكبير في محاربة داعش وأشار إذا قضية الانضباط يعني ولابد حقيقة أن يتحلى كل منتسبية الحجد الشعبي بقواعد حقيقة اللياقة والسلوك المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري على اعتبارهم مجزء من الأجهزة الأمنية ولابد أن يخضعوني هذا القانون من قضية انضباط وعقوبات ويعني سلوك ومشاكل حقيقة في هذا بقى اللي خارجين عن هذا الإطار ويعني لديهم ارتباطات خارج يعني إطار الدولة وامتدادات خارجية هذه مسألة أخرى يجب أن يكون هناك موقف واضح لسيد رئيس الوزراء والحشد الشعبي من هذه الفصائل وحصرها والتعامل معها حقيقة بقضية سياسية أولا ولابد أنه كل من يحمل السلاح داخل العراق يخضع إلى تعليمات وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة فهذه المواجهة مطلوبة حتى نحدد ونفرز من هي الجهات مع الدولة ومن هي الجهات التي لديها امتدادات خارجية ويمكن حصرها والتعامل معها بقضايا سياسية ما تعتقد صارت في فترة السيد عادل عبد المهدي الحجد الشعبي راح على المقرات الوهمية وغيرها وبالنتيجة من اشتغلت الكاتيوش والضرب على الأمريكان وغيرها وكذا تبين أنه لم يتم الكثير في هذا الموضوع يعني إذا نتكلم بإطار دولة وتحترم القانون وتحترم الدستور لابد من توجيهات واضحة ولابد من إجراءات حاسمة يعني كانت سياسية وكانت أمنية فلابد أن الرجل أن يأخذ خطوات واضحة وصريحة وعدم التعامل بازدواجية مع هذه القضايا وخاصة أن العراق يعيش تهديدات يعني أمنية وسياسية خطيرة يعني في المرحلة الماضية على وشك انهيار الدولة من أزمة اقتصادية ولاحقتها أيضا إجراءات وتهديدات أمنية من إصابات داعش ويبدو أنه الخلايا النائمة ما زالت موجودة في المناطق اللي أشرت إلها وتتحرك وفوق خطط وفوق يعني برامج إلها ولابد في الواقع أنه الأجهزة الأمنية تصد وتكون حازمة في هذا الأمر خوفا من تكرار يعني مشاكل يعني واحتلالات 2014 وما تبعها حقيقة من مواجهات عسكرية ومع الإرهاب هذه القوات الأمنية مطلوبة وأيضا الجهد الأمني والاستخباري وتعاون المواطنين والعشائر في هذه المناطق مطلوب يعني في التبليغ عن يعني شبهات داعش والخلايا النائمة صحيح أن الأمر بنوع من الصعوبة ولكن لابد في الواقع من اتخاذ هذه المسائل طيب باتجاه يعني اشتثاث يعني داعش مثل ما أشار السيد رئيس وزراء يوم أمس في اللقاء مع الحجد الشعبي تكثيف جهد الدولة الرسمي والشعبي مطلوب والعشائري مطلوب في مواجهة هذا الخطر طيب لكن تدري يعني أكو حقيقة خلاف في داخل الحجد الشعبي أكو اختلاف في وجهات النظر والبعض سمى انفكاك بعد اللي صار من عملية استهداف لأبو مهدي المهندس واستهداف المطار أكو تفكك يعني قادة ألوية المرجعية والقادة الآخرين يعني كانوا قاعدين كلهم بهذا الاجتماع لكن أكو انفكاك وبسبب البديل لأبو مهدي المهندس اللي هو أبو فدك وبعدين أبو منتظر الحسيني جابو لكن على ما يبدو نازالت المرجعية غير راضية عن البديل ما تعتقد أو بالأحرى هل تعتقد أنه السيد الكاظمي حيقدر يحل هذه مسائل الانفكاك والاختلاف في وجهات النظر داخل الحجد الشعبي يعني التحدي الموجود وخطر داعش الداهم والمحاولات الأخيرة اللي صارت يتطل في الواقع نوع من الحكمة والإيثار والتنازل واختيار شخصية مناسبة ممكن أن تلعب هذا الدور في إشغال هذا المكان يعني وقضية حقيقة الجدال والخلافات يعني السياسية يجب أن لا تتطور وتتوسع بحيث أنه تعطل يعني تفعيل هذا المنصب من أجل يعني القيام بالدور الحقيقي والمناسب في مواجهة هذا الخطر الداهم يتطل في الواقع يعني اختيار شخصية مناسبة ممكن يعني لديها الخبرة ولديها العلاقات اللي تمكنها من أداء دورها والتنسيق حقيقة مع المؤسسات العسكرية والإهزة المنية الأخرى في يعني لعب هذا الدور بالتنسيق يعني مثل ما كان السيد المهندس يعني قائم بهذا الدور سابقا ولابد أن تكون الشخصية الجديدة مؤهلة لهذا الدور في ضبط يعني عناصر ومقاتلية الحشد من جانب وبن جانب آخر أنه يلعب دور كبير في مكافحة الإرهاب والخطط والتنسيقات مع التحالف الدولي وحتى مع الأجهزة الأمنية وقوات الطيران طيب لكن الموضوع استاذ صباح يبدو أكبر يبدو كبير يبدو هذا الموضوع ليس بالموضوع السهل تدري نحن نحكي عن هيئة هي في المؤسسة العسكرية العراقية نحن نسمع عن شرخ في جهاز مكافحة الإرهاب أو في وزارة الدفاع هذا شرخ خطير جدا كون أنه هيئة الحجد الشعبي يعني هيئة مهمة جدا في مقاتلة التحشي يعني جناب أكتورف أنه هذا الجهاز بطبيعة خاصة بطبيعة خاصة في الواقع يعني هو أنشئ وتأسس على أثر توجيه المرجعية الدينية في النجف وعلى أثر تهديدات الإرهابية وكانت حقيقة وقفة شجاعة ووقفة يعني تسجل في التاريخ لهذه القوة حقيقة يعني المقاتلة البطلة اللي ساهمت في تحرير العراق في الموصل وفي الأنبار وصلاح الدين وكل المناطق الأخرى وصدت الهجوم عن بغداد هذا الموقف في عام 2014 وإلى سنة 2017 حقيقة كان يعني دور كبير ومؤثر وطبيعة تشكيله وحتى قياداته ويعني المقاتلين كانوا حقيقة يعني موقفة عراقية مشرفة استجابة لنداء المرجعية ولنداء الوطن وحقيقة عززت من وحدة العراق وأيضا من مقاتلين الحشد قوات حقيقة الحشد العشائري وأيضا من الأخوة الأقليات كانت حقيقة قوة وطنية فاعلة في مكافحة الأرهاب ولابد من تعزيزها كما أشار السيد رئيس وزراء يوم أمس في قضية الاهتمام بشهداء الحشد وتعزيز هذه القوة لتكون أيضا ظهيرة للجيش وفي مقدمة أيضا يعني القوات الأمنية في مواجهة الأرهاب باعتبار أنه صار عندهم خبرة يعني كبيرة في قضية المواجهة لكن إحنا أكو قضية مهمة سيد مصطفى الكاظمي يعني من قبل أن يصير رئيس وزراء وحتى من صار رئيس وزراء كانت هناك تصريحات وخاصة من حزب الله العراقي موجهة إلى الرجل فيها اتهامات وكلام كثير جدا والكل مطلع عليها السؤال الأهم هنا سيدي الكريم ما بين فصائل المقاومة الإسلامية وما بين الحجد الشعبي تدري مرات تقول هذه الفصائل المقاومة الإسلامية إحنا حشد وفي بعض الأحيان من يجي حصر السلاح بيد الدولة يقول لك لا أحنا جلنا قبل الحشد طيب الطريق ما هو الطريق الأسلام هذولا قاتلوا داعش هذولا سعدوا العراق ما هو نحتكم للقانون وخلاص يسلمون سلاحهم أم أن هناك تبويب آخر لهذا الموضوع يعني لا بد أن تكون الصورة واضحة للكل إذا مع الحجد الشعبي وأن تنظم طبعا الحجد الشعبي منظم بطريقة الصنوف طريقة الألوية والأفواج وكل الترتيبات على غرار الجيش وحتى الصنوف هذه القوة يجب أن ينحسم أمرها مثل ما أشرت أنه بقضية سياسية وقضية فنية فلا بد أن تكون الصورة واضحة أمام الشعب العراقي وحتى القائد العام هذه مهمته في الواقع أنه يجب أن يسيطر على كل السلاح الموجود في البلد ويعني تلافين للمواجهات لا أزامح الله إذا ما حدثت لابد أن تكون حسم لهذا الأمر من خلال القيادات ومن خلال الحوار والحوار البناء وقضية التبعية نحن طبعا نأمل أن حكومة السيد الكاظمي أن يكون هناك سيادة للعراق وأن يكون استقلال لقرار الأمني والوطني والسياسي وأبراز هوية العراق من خلال يعني الوضوح في المواقف السياسية والأمنية وعدم حقيقة التدخل في شؤون الآخرين مثل ما إحنا ما نقبل أحد أن يتدخل بشؤوننا كمبدأ سياسي ووطني أيضا ما نقبل أحد يتدخل بشؤوننا الوطنية والسياسية والأمنية وقضية الحقيقة احترام حدود الدول واحترام سيادتها مسألة غاية في الأهمية نصع لها القانون الدولي نصع لها أيضا الدستورنا العراقي بعدم تدخل في شؤون الدول الأخرى طيب لكن أستاذ صباح يعني البعض اقتراح أنه تكون هذه الفصائل الفصائل المقاومة الإسلامية تكون تحت إطار الدولة تحت الحجد الشعب مثل ما حضرتك تفضلت ويكون وضوح في هذا الموقف لكن بعض هذه الأطراف وبعض هذه الفصائل من ضمن لوائح الفصائل أو المجاميع الإرهابية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وقد تكون أيضا بنظر بعض الدول الموجودة في أوروبا أنه هذول إرهابيين يعني ألا تعتقد أنه أكو خطورة نوعا ما إذا ما تم دمجهم فعليا تحت هيئة الحجد الشعبي وقد تسيء إلى الحجد الشعبي في حالة وصولنا إلى هيجحل؟ يعني هذه المسألة أيضا حقيقة حساسة ولا بد في الواقع منه سيد رئيس الوزراء باعتباره يعني هو يقود هذه المؤسسات الأمنية في الوقت الحاضر أن يعني يباشر بحوار حقيقة مع الجانب الأمريكي بهذه المسائل وأن يكون حقيقة طرف يعني توازن وطرف وسيط من أجل احتفاء هذه الأزمة ومن ثم يعني أن يكون تكون الساحة العراقية يعني ساحة يعني ساحة تفاهم وساحة يعني إيجاد مصالح يعني مشتركة وليس ساحة صراع وليس سياسة يعني عداوات وسياسة مواجهات في العراق يطلب حقيقة أن يلعب السيد الكاظمي دور في تجنيب العراق هذه المواجهة بكل الوسائل وطبعا نشاط الدبلوماسي لسيد رئيس الوزراء ووزارة الخارجية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية ويعني الدول الإقليمية منها يعني إيران بإبعاد العراق عن سياسة المحاور وسياسة يعني اعتماس سياسة النعي بالنفس عن كل هذه المواجهات يعني أستاذ صباح حضرتك تقصد عفوا يعني في شهر ستة بالمفاوضات اللي داري سمع بيها أنه على السيد الكاظمي وحكومته أن يسعون في رفع أسماء الشخصيات وأسماء الفصائل التي وضعت بأنها إرهابية يحاول يرفع أسماءهم من هذه القوائم حتى نقدر نشتغل نمشي عادل بالعراق هذا هو قصدك؟ يعني وشوفوا واحدة المرحلة القادمة في شهر حزيران أكون مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي بطريقة اختيار الآليات والطرق والمساعدة حقيقة المقدمة للعراق بالجانب العسكري في مواجهة الإرهاب وأكيد يعني طبعا القوات الأمنية بينت أن القوات العراقية بما فيها سلاح الجاو وطيران الجيش وكل حقيقة غير كافية في الوقت الحاضر لمواجهة الإرهاب فلابد حقيقة من التنسيق والتعاون وبالنسبة للأسماء والأشخاص المتهمين بالإرهاب يعني هذه قضية حقيقة قضائية وقانونية بالدرجة الأساس يعني متى ما أثبتت الولايات المتحدة أو الجهات التي تطلب محاسبة هؤلاء الأشخاص وحتى وزارة الخزانة الأمريكية حول هذه الأسماء واتهامهم بالإرهاب طلب في الواقع أدلة ووثائق وبالتأكيد القضاء العراقي إلى دور والعراق إلى قانون لكن لم يسعى العراق في حل هذه الأزمة أستاذ صباح ما سعينا لحلها ولا طالبنا بالوثائق ولا طالبنا بالأدلة فقط شجبنا واستنكرنا وانتهى الموضوع لا حقيقة هذه تعتمد على أدلة إثبات ووثائق وشهود عيان في هذه الممارسات اللي أولايات المتحدة اللي على ضوءها أسست يعني إلى هذه التهم فبالتأكيد الطرف المقابل أيضا لديه يعني ما يبرر حقيقة تصرفاته وتوجيهات اللي تلقاهم من الدولة ببعض الممارسات أو كذا إن كانت تدخل في قضية يعني الإرهاب إن كانت تدخل في قضايا الدفاع عن النفس وعن الدولة يعني أكو حقيقة موضوع متداخل وليس بهذه البساطة ممكن واحد أنه تكون هناك اتهامات متبادلة لابد من وقوف الأمر على الشهود والأدلة والإثباتات والقضاء وبالتأكيد الدفاع عن النفس هو حق مقدس كفل الدسور والقانون لأي شخص أنه ممكن يمارسه في الدفاع عن حقه وإذا ما كانت لدى الولايات المتحدة أدلة أو وثاق تثبت إرهاب جهة معينة أو الشخص معين ممكن أن نتقدمها عن طريق القانون العراقي حتى ممكن يكون هناك اتهام وتكون هناك دعاوة وهذا الدستور وهذا القانون وهذه الآليات لكن تعرف أستاذ صباح البعض يعتقد أن العراق متقصد ما يمشي ولا يطالب بهذه القضية ولا يفتح هذا الملف لأنه مو من مصلحته إذا طلعت فعلا هذه الإثباتات صحيحة على الأشخاص المذكورين والفصائل المذكورة رح تسوي صدام خطير جدا في الداخل كون أنه هذه أطراف لديها قدرات عسكرية وقدرات داخلية وعدهم جماهير ما تعتقد فتح الملف بحد ذاته هذا قد يكون صعبا في هذه السنة على الأقل للسيدة الكاظمة أنا أولا أنا أكدت أكثر المرة على الصوت ما لك كل شيء منخفض ما تعالج لحد الآن عجيب حتى يكون حقيقة يعني السؤال واضح حتى نعرف أن نجرب عليه عجيب يعني أتمنى من الزمالة طيب يعني حقيقة قد يكون المشكلة من عندك لكن طيب أستاذ صباح أنا حتى أكرر السؤال مرة ثانية هذه الشخصيات وهذه الفصائل الموجودة في هذه القوائم اللي دي نحجحن بيها يعني حقيقة يعني البعض يعتقد أن الحكومة متقصدة ما تفتح هذا الملف ولا الطالب بالملفات أو الوثائق متقصدة تماما لأنه إذا انفتح هذا الملف هيكون بي صدام هذه أطراف عدها قدرات عسكرية يعني أخ أحمد يعني الدولة تصرف بإجراءات دستورية وقانونية ما كعدنا شيء ينظم من تحت الطاولة يعني عمل الدول والقوانين والإجراءات الأجهزة الأمنية ينبغي أن تعمل بها بكل وضوح وصراحة مع كل الأطراف وليس موضوع متخفي وأنا أشرت إلى قضية المواجهات يعني بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية في العراق هي قضية مصالح يعني مصالح دولية تتقاطع في العراق فأين نحن من المشروع الوطني من الدستور من القانون لا بد أن يكون حقيقة للعراق موقف يعني أزاء هذه أزاء هذه الحقيقة المواجهات الصعبة التي تركت أثر عميق حقيقة في الشعب العراقي طيلت هذه الفترة من 2003 إلى حد الآن والشعب العراقي هو ضحية هذه المواجهة وهذه الصراعات طبعا بأدوات أمريكية وأدوات إيرانية وأدوات يعني حقيقة خارجية أخرى للأسف الشعب العراقي يدفع ثمن هذه المواجهات وبالتأكيد السيد الكاظمي لا بد أن تكون لديه رؤية وأشار الرجل في كلمته وفي حتى برنامجه الحكومي أنه يعمل على سيادة واستقلال العراق ويعني هذه المسائل لا بد حقيقة أن نتجاوزها طيب وأن يستقر العراق في هذه المرحلة القادمة هذا حقيقة من ضمن جهوده وأهدافه للمرحلة القادمة ممتاز إذن كان معنا من بغداد عضو تحالف المحور السيد صباح الكربولي شكرا جزيلا على حضورك اليوم شكرا جزيلا إذن مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ونواصل النقاش شكرا جزيلا على حضورك اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لحديثنا ونقاشنا لزيارة السيد الكاظمي إلى هيئة الحجد الشعبي والعمليات اللي بدت اليوم ضد تنظيم داعش الارهابي ينضم إلينا الآن من بغداد المحلل السياسي والخبير في القانون الدولي الدكتور مصلح السعدون حياكم الله دكتور ونقال حياة السلام عليكم وسائل خير عليك وعلى مشاهدينا الكرام حياكم الله دكتور يعني خلينا نبدي من العمليات الآن اللي دا تصير ضد تنظيم داعش الارهابي تدري الملاحظ انه التحالف الدولي غير موجود وغير مشارك في هذه العمليات لا من ناحية الرصيد ولا الطيران ولا غيرها تعتقدها بها رسالة مبطنة لأمريكا ولدول التحالف الدولي قبل المفاوضات اللي راح تصير بشهر ستة وحقيقة هذه العملية العسكرية هي ضرورة ملحة وتستوجب القيام بها سواء بتعاون مع التحالف الدولي أو بدونه كون العمليات اللي تعرضت لها القطعات العسكرية في الآونة الأخيرة من قبل تنظيم داعش الارهابي تكررت وازدادت حدتها وضحاياها كثيرة وتعرض في أماكن مختلفة وبالتالي يجب أن يكون للدولة من رد وإلا ستكون في موضع الدفاع والدفاع المهاجم يختار نقطة الانطلاق والوقت والزمان والمكان وبالتالي يتفوق على القطعات المدافعة في الناحية اللي سموها العسكرين الناحية السوقية لأنه حرب العصابات تستنزف وتستهلك القوات العسكرية مهما كان قوتها أما موضوع وجود القوات التحالف حقيقة قوات التحالف كانت تدعم القوات العسكرية العراقية من خلال الرصد الجوي والذي ذكرناه يمكن بالحلقة السابقة موضوع المناطيد والأقمار الصناعية وطائرات الاستطلاع والآخرة فهذه الموضوع إضافة للمعلومات الاستخباراتية الأرضية المعلومات يفترض أنه هنا حقيقة يعني بعد خروج التحالف الدولي وانسحاب التحالف الدولي أظهر عندنا فشل المنظومة الأمنية الاستخباراتية في العراق فشل ذريع أما القوات المسلحة لا هي لأنه حرب العصابات أكيد مثل ما ذكرنا أنه موضوع اختيار التوقيتات المكان والزمان يحددها المهاجم طيب لكن دكتور هذا الفشل مين استنبطت الفشل اللي حضرتك تفضلت به هل استنبطت أنت واستشهدت به من اللي صار بجنوب تكريت اللي صار في جنوب تكريت واللي صار في كركوك واللي صار في ديالة يعني عمليات مستمرة متتالية يعني أستاذ أحمد عندما تحدث حاله ممكن أن تحدث حاله حتى في المنصور في بغداد ولكن أن تتكرر حاله ونفس القاطع في سامرة في تكريت في مناطق يعني شريط واحد هذا يدل على أنه نفتقد للعنصر الاستخباراتي افتقار ليس نسبي كما يقال مثل العنصر الاستخباري ضعيف لا لا ليس ضعيف وإنما مفقود تماما يعني وبالتالي رح يكون من باب أولى أن يكون مفقود في أماكن أخرى إذا كان في مناطق حساسة وفي احتكاكات وفيها تعرض وعندنا خسائر إلا اللهم أنه الجهات الاستخباراتية ومن وراءها هو شريك أنا لا أقول أنه هو شريك إلا أنه يعني يرتضي هذا العملية لكن دكتور حضرتك حضرتك تحكي الآن أمور فنية أنا سألتك سؤال أريد سياسيا أكو ناس افتهمت هذه الرسالة للتحالف الدولي وأمريكي أريدوني ينجحون تنجح هذه العمليات ضد داعش إن شاء الله وناجحة إن شاء الله لكن بيها رسالة سياسية إلى هذه الأطراف سيد الكريم هناك من يريد أن يثبت وجود القوات الأمنية وهذا حق مشروع للبلد أنه نحن أيها الأمريكان نحن نستطيع أن ندافع بدون الحاجة لكم بدون العودة لكم بدونكم هذا رسالة الرسالة الأخرى الهجومات داعش أيضا فسرت على أنها تحرك أو دعم أمريكي أو أنه أمريكا وراء ذلك أو جهات أخرى أرادت أن تحرج أمريكا أو تحرج القوات العراقية العراق لا زال أرض صراعات لا زال أرض هشة للصراعات الدولية والصراعات السياسية الحكومة الكاظمي حكومة نتأمل فيها الخير ولكنها مقبولة شعبيا أكثر مما مقبولة سياسيا هي مقبولة شعبيا أكثر مما مقبولة سياسيا وبالتالي أساسا الذين يريدون لهذه الحكومة الفشل هم أكثر من الذين يريدون لها نجاح يعني معقولة كل هذا القبول السياسي من الكتل السياسية والدعم والهيئة الحجد الشعبي الصور اللي شفناها يعني ما تعتقد الرجل لا والله سياسيا البعض يشوفه زيان سيد الكريم سياسيا إذا كان زيان يجب أن يكون الجميع متفق إلى الآن نحن عدنا خمسة وزراء لم يتم الاتفاق عليهم هذا جزء من عدم الاتفاق السياسي المطلق الشيء الآخر حكومة قوية إذا كنا ننظر سيد الكاظمي ونعتقده كذلك أنه حكومة قوية ودلاء قوة الحكومة خطوات سيد الكاظمي حقيقة هناك خطوات تحسب إلى سيد الكاظمي وهذه الخطوات يشعر ويخشاها سياسي العراق بالكلية وهي إعادة جهاز مكافحة الإرهاب جهاز مكافحة الإرهاب في الفترة التي تسلم بها السيد عادل عبد المهدي أريد إضعاف هذا الجهاز وتدميره بالبداية اختيال أو وفاة صدفة فاضل برواري من ثم إحالة عبد الغني الأسدي إلى الفريق عبد الغني الأسدي إلى التقاعد ومن ثم إحالة الفريق عبد الرهاب الساعدي إلى الإمرة هذه قيادات ثلاثة من أهم قيادات الجهاز بتاقة إرهاب ماذا بقي في الجهاز نحن لا نعلم ماذا تم العمل على مستوى لواء وعميد وعقيد وامر فوج ما نعرف لأن هذه المعلومات لا تتداول أو ربما لا نريد الخوض فيها فإذا كان القيادات استهدفت ما الذي سيحدث للقاعدة إلى الجيش وما صرحت شخصيات دينية محسوبة على تيارات معينة من أنه هذا الجيش وهم يقولون وكان هذا الناصري ورديت عليه في هذا المنبر أنه هذا لا يمثل العراق ويمثل أصوات نشاز لإرادات دولية أخرى تريد النيل من القوات المسلحة والجيش العراقي بالذات عندما قال أن الجيش العراقي جيش مرتزق فكانت هجمة لتدمير المؤسسة العسكرية العراقية التي نجح خلينا بالمؤسسة العسكرية في محاربة داعش أنا أريد أعرف من حضرتك أنت شنو الرسالة اللي افتهمتها من زيارة السيد مصطفى الكاظمي إلى مقر هيئة الحجد الشعبي بيها رسالة بيها نقطة إيجابية شنو استنبطة من هذا اللقاء كله السيد الكاظمي نحن نتسلسل بيها تسلسلا زيارات العسكرية بالبداية إعادة إعادة بناء جهاز بكافحة الإرهاب وعد ما يعيد الناس الذين تم إقصائهم من قبل الحكومة السابقة هذا رح يعزز موقفه كرئيس حكومة جاءت في اتجاهات محاربة الفساد في حصر السلاح بيد الدولة ونعلمنا جهاز بكافحة الإرهاب من أقوى الأجهزة العسكرية الموجودة في العراق يعتبر جهاز رقم واحد وزارة الدفاع أن يكون رئيس الوزير الدفاع اللي هو الرئيس الأعلى لهذه الوزارة من هذه الوزارة من أجهزتها من قياداتها باعتبار هو كان قادر عمليات صلاح الدين من نفس المؤسسة الأمنية من أبناء المؤسسة هذه الأمنية هذا سيعيد هذه المؤسسة قوتها ولديه خبرة في أخطاء هذه المؤسسة وما تتعرض له وكيفية النجاح وجود السيد الغانمي الفريق الأول عثمان الغانمي على وزارة الداخلية نجاح في وزارة الداخلية إلى يعلم كيف يتم التنسيق ما بين الداخلية والدفاع أن أريد التنسيق في أي عمل معين لأنه السيد عثمان الغانمي هو أحد قادة وزارة الدفاع وعمل قائد فرقة ورئيس أركان جيش لفترة طويلة ويعلم أدق التفاصيل في وزارة الدفاع وليس ببعيد عن وزارة الداخلية كون هو عمل ضمن المؤسسة الأمنية وعضو الهيئة الوزارية العليا للأمن الوطني وبالتالي سيكون لدينا مؤسسة أمنية قوية نجي إلى موضوع زيارة السيد الكاظمي إلى هيئة الحجد الشعبي هي أيضا تنخرض ضمن إطار أن هذه المؤسسة ضمن مؤسسات الدولة الأمنية والتي تتبع إلى القائد العام القوات المسلحة لكن ما حدث الرسالة كان الجواب على ما نراه وما تم تحليله أن الجواب كان مغاير لما أريد من هذه زيارة كون يفترض أنه إحنا نذكر الأمر الديواني الذي صدر في تموز العام الماضي من إعادة هيكلة الحجد الشعبي وربطه بالأجهزة الأمنية ويكون تحت منظومات الأمنية وتابع للقائد العام القوات المسلحة ويكون أسوة بالمنظومات العسكري الأخرى ما شاهدنا عندما ذهب سيد وزير الدفاع الرئيس الوزراء إلى إجهزة مكافحة الرهاب استقبل من قبل قادة هذا الجهاز من الضباط وعندما ذهب إلى وزارة الدفاع استقبل من قبل قادة الجيش وهم من الضباط عندما ذهب إلى هيئة الحجي الشعبي في العادة عندما تصير لقاءات وزيارات إلى هيئة الحجي الشعبي تكون قادة هيئة الحجي الشعبي يرتدون اللباس الذي لبس إلى سيد رئيس الوزراء الذي كان يرتدي سيد فالح الثياط لكن الحضرة والاجتماع هم ناس معممين ناس معممين يعني أنا ما عرف الرسالة التي يريد إيصال لها نحن نعلم أنه هيئة الحجي الشعبي الحشد الذي يتبع إلى مرجعية السيد علي السستاني في النجاف رفض البقاء تحت قيادة هيئة الحجي الشعبي وانضم إلى حشد وزارة الدفاع ومن ثم لحق في أمر ديواني في آخر وقت في مكتب رئيس الوزراء وبالتالي لم يبقى من الحشد الشعبي الذي يتبع لمرجعية النجاف المرجعية العراقية هو انسحب إلى باتجاه وزارة الدفاع ومكتب رئيس الوزراء وما تبقى وبوجود ناس معممين وهذا يدين على أنه هذه هيئة عقائدية وليست هيئة أمنية طيب لكن هذا هيئة العقائدية يعني عفوا دكتور انها لا تتبع عفوا دكتور السواضح السيد الكاظمي باللقاء قال انتوا بإطار قانوني وانتوا من ضمن القانون ومن ضمن المؤسسة العسكري احنا نريد نخوض أنه عقائدين وخارج وداخل إطار الدولة أنا أردس لك سؤال من ضمن هذا الكلام اللي حضرتك تفضلت به أكومادة بالدستور المادة تاسعا أولا الفقرباء بالتحديد هذه تحضر تكوين الميليشيات العسكرية خارج إطار القوات المسلحة يعني مدام حضر معناتها أي شي رح يصير خارج إطار القوات المسلحة فهو باطل تماما إش قد تعتقد السيد الكاظمي وهو يتكلم عن القانون وأنه الحشد من ضمن القانون إش قد حيقدر يلتزم بهذه المادة اللي يعني حقيقة يبدو ماكو التزام بيها من الحكومات السابقة إش قد حيلتزم وإش قد رح تأثر على الأرض عدنا بالعراق سيد الكريم إحنا قلنا إنه المواجهة بين الفصار المسلحة والحكومة ستحدث ستحدث وليس هذا الكلام لي أو تحليل أو أختص فيه وإنما هذا كلام أثير وتم النقاش فيه وكثيرين من المحسوبين على كل التيارات وعلى المستقلين آني وغيري المستقلين نقول هذا الكلام هذا الكلام الذي اتفق عليه جميع وهو إن المواجهة قائمة آجلا أم عاجلا ما بين الفصار المسلحة التي ترفض الانصياع إلى الدولة وحصر السلاح بيد الدولة وتسليم سياحها أنا أسأل سؤال هؤلاء المعممين هل يخضعون ضمن مؤسسة عسكرية يعني هل يعلم أنه أكو مؤسسة عسكرية عندنا يعني إحنا حصر السلاح بيد الدولة ولا يوجد أي مؤسسة أي جهة عسكرية تحمل السلاح خارج حسب ما تفضلت جنابك حسب نص الدستور المادة السادسة طيب هذا المعمم عندما يذهب بالقوة الآن هو قائد قوة يعني وليس عسكري طيب هذا المعمم عندما يذهب بقوة عسكرية يعني أنا ما أعرف أنا الآن في الشارع أتعامل معه على أنه ميليشيا أما أتعامل معه على أنه هو قوة عسكرية ما أعرف يعني هذا التفسير يفترض أنه الإجابة تكون برئيس الوزراء تحديدا إحنا قلنا هيكلة الحجد الشعبي وجعلها ضمن المؤسسات الأمنية وألوية وأفواج وسراية وتعمل ضمن المؤسسة العسكرية ويفترض عندما يرسل اللواء إلى قاطع صلاح الدين على سبيل المثال قائد عمليات صلاح الدين هو يحرك هذا اللواء ويوجهه إلى أماكن حسب الحاجة العسكرية وقدرة هذا اللواء لمعالجة موقع معين طيب إذا كان هذا معمم يعني إحنا معمم ونعرف أنه المعمم لا يرتبط إلى مرجعية دينية في العراق وبالتالي هذا يعني هاي مؤسسة أصبحت عقائدية وليست أمنية والمؤسسة العقائدية تتبع رجل دين ورجل دين ليس في العراق زين طيب دكتور طيب إذن يعني حقيقة أخشى أن الوقت اليوم قصير مع حضرتك كنا نتمنى أن يطول كان معنا من بغداد المحلل السياسي والخبير في القانون الدولي الدكتور مصلح السعدون شكرا جزيلا على حضورك اليوم عفونا عفونا شكرا إذن مشاهدين بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أشكر لك بطيب المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة